نجحت الحكومة في زراعة 342 ألف فدان بمحصول القمح بالوادي الجديد وشرق العوينات ومن المتوقع أن يتم حصد 925 ألف طن من أجود أنواع الأقمح منذ آلاف السنين ومصر تحتل موقعاً متميزاً في مجال الزراعة حتى أطلق عليها سلة غذاء العالم وقد وضعت القيادة السياسية نصب أعينها تلك الفكرة لأنها آمنت أن من يملك قوت يومه يملك الدنيا في محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية بالتعاون مع مختلف الأجهزة في إتمام زراعة 342 ألف فدان بمحصول القمح الذي نجح في زراعته المزارعون من أبناء واحات الوادي الجديد نجحنا السنة في زراعة حوالي 342 ألف فدان وطبعاً ده تم زيادة حوالي 90 ألف فدان عن العام السابق نتيجة أن طبعاً توجهات السيد الرئيس الجمهورية أن يتم تسعير أردب الأمح مبكراً وتم تسعيره فعلاً مما أدى إلى أن كل المستثمرين بدأوا يتوسعوا في زراعة الأمح 342 ألف فدان تم زراعتها بمحصول القمح بالوادي الجديد لتساهم في خطة وزارة الزراعة لتوفير 925 ألف طن من أجود الأقماح ضمن خطة الدولة المصرية لتوفير محصول القمح كناتج قومي وكسلعة رئيسية تساهم في توفير الغذاء لأبناء مصر 925 ألف طن من أجود الأقماح سيتم حصدها قريباً بسواعد المزارعين من أبناء الوادي الجديد الذين يقتربون من تحقيق رقم جديد بإذن الله تعالى خلال الموسم القادم لتنتج المحافظة رقماً جديداً من محصول القمح الملقب بالذهب الأصفر الذي سيتخطى المليون طن بإذن الله لتنتشر زراعات القمح في كافة ربوع قرى ومدن محافظة الوادي الجديد بالخرجة والدخل والفرفرة بالإضافة إلى منطقة شرق العوينات محافظة الوادي الجديد أصبحت من محافظات الرائدة في إنتاج الأقماح دخلنا على الخط الأول في مصر في إنتاج الأقماح ما شاء الله خلال الموسم الماضي دخلنا أو وردنا 370 ألف طن سنوات مضت والدولة المصرية تعمل بلا توقف ونصب أعيونها الحلم فعملت على إيجاد مياه بديلة لتلك البقعة البعيدة عن نهر النيل تمثلت في حفر الآبار إلى جانب إنشاء الصوامع والمخازن بالوادي الجديد لتكون تلك المحافظة أرضا خصبة نحو التوسع في زراعات القمح ليكون عائدا بالخير على الفلاح وعلى المجتمع المصري بصفة عامة